السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأحبة أهلا بكم في قناة المهندس للتعلم والإفادة في فيديو جديد ورد جديد على السادة الأفاضل مشاهدي قناة المهندس للتعلم والإفادة مع الجزء الثاني من الردود على السادة المشاهدين خليكم معانا لآخر الفيديو لتروا هذه الإجابات ربما تكون تساؤل عند البعض منكم خليكم معنا ومع أول تساؤل من الأستاذ نشأة عطية بيقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوجد أثماء مختلفة ومتدولة للصاج بارد وساخن ومخلل ومتداخل زي ما احنا شايفين على الشاشة قدامك دلوقتي وبيقول الرجاء شرح مبسط وتوضيح الفرق بينهم ولك يا جزيل الشكر والإجابة على هذا السؤال يمكن أن نقول الآتي إن أنواع الصاج كثيرا صاج مسحوب على البارد صاج مسحوب على الساخن الصاج البقلاوة صاج صنوبر أو صنيبر صاج مجلفا صاج صاندويتش بانل صاج أيكون ونيجي الأول واحد هو الصاج المسحوب على البارد ده بيستخدم في التلاجات والغسلات والمجففات والأجهزة الصغيرة السيارات ومحركات الكهربائية والأثاث المعدنية الصاج المسحوب على الساخن بيستخدم في أعمال الحدادة وتصفح السيارات والهياكل الحديدية وصهاريج التخزين الصاج البقلاوة والصنوبر ده بيستخدم في السلالة وجسر المشاء والمنحضرات الداخلية وتصفيح الأرضيات وسيارات النقل والنقل والبناء والذكور ولوحة الأعدة بتاع المعدات وحاجات كثيرة وبناء السفن الصاج المجلفا بيستخدم في خزنات المياه والمكيفات الصحروية بيستخدم في اللوحات العلنية وبيستخدم في السيارات بيستخدم في سخنات المياه صاج الساندويتش البانل ده للسقف والحوايط وبتحتوى على عوازل حرارية من البوليورثان المحؤون ويستخدم في تجليد الأسقف والحوايط والمجمعات الصناعية وغرف التبريد والكرفانات وغيرها عشان به مادة عزلة زي حشو يسمى ساندويتش الصاج المعرج ده بملون او مجلفا يستخدم في عمال التجليد الخاصة بالمنشئات والمباني المعدنية الصاج المسحوب على الساخن بيكون الواح او لفات وبيكون فيه الصاج الأسود ده بيبقى سمك ما بين سبعة من عشر غاية ستة ملي ده مسحوب على الساخن الصاج الايكون بيكون ملون معرج وده كان شد ومجلفا ده الصاج الايكون يعني عندنا عدة انواع من انواع الصاج صاج مسحوب على الساخن صاج مسحوب على البارد صاج بقلاوة صاج سنوبر صاج مجلفا صاج مواصفات فمثلا الصاج المعرج بنقول مقاسات كذا سمك كذا سمك من اربعة من عشرة الى واحد ملي حسب رغبة العميل واطواله توصل اتناشر متر مثلا تحدد انت كده ايه الصاج مجلفا مدهون ببهية الفرن لحد الادنى لوزن طبعة الجالفانة مية وتمانين جرام لكل متر مربع مطبقة لمواصفات الجودة القياسية ASTM A653 الطلب يكون وجهين مطلب طبقة من البوليستر سمكها عشرين مايكرون وطبقة لون اولية سمكها خمسة مايكرون الواجه الخلفي مطلب طبقة سمكها تمانية مايكرون من دهان اولي عالي الجودة دي مواصفات فنية للصاج في حالة طلبه ده اللي قدرنا نقوله في انواع الصاج ومواصفاته والرد على هذا السؤال السؤال التاني من المشاهد X-ray 2 بيقول باش مهندس حضرتك اللي ينفع اقول ان الستال الصلب عدة دولستيل بحكم ان الستالستيل اللي به نيكل كروم عالي ولكن الصلب ده في كوبالتوم الوديوم وتيتانيوم ده بالاضافة لان نيكل وكروم عالي يعني اصبحته الستيل للاجابة على هذا السؤال بحمد الله نقول انواع الستالس خمس انواع استيناتك استالستيل وده سلسلة 200 و 300 زي 316 و 314 ده المشهورين منها فاريتك استالستيل وده غير قبل للمعالجة الحرارية زي سلسلة 400 بعض الانواع من سلسلة 400 زي 406, 409, 422 430 446 اما النوع الثالث فمرتنزيتك استالستيل وده اصلا نفس المجموعة ولكنه اقل في نسبة الكروم واعلى في نسبة الكربون عشان كده قابل للمعالجة الحرارية زي برضه انواع من انواع 400 زي 420 و 410 403 ده دابل من وده بيحتوي على 5% نيكل و 24% كروم وده لا يحتوي على الارقام لمتين ولا تلتمية ولا اربعميات نوع الخامس وهو ستالستيل وده بيحتوي على عناصر سباكية اضافية زي الألمونو وعشان كده بيحصل له ترسيب وتعتيق زي المجموعة 600 زي 630 و 631 فهنا الستالستيل معظمه يتكون من كروم ونيكل وبعض العناصر الاخرى وده مختلف تماما عن التولستيل مبقاش فيه طبعا نسبة كربون عالية الا نوع واحد اللي هو جزء من الربعميات مش كل الربعميات وده الوحيد اللي قابل للمعالجة الحرارية أما التولز تولستيل فده أساسا تحتوي على كربون عالي وعناصر سباكية أخرى وقابل للتأسية ده أكيد لأنه مختلف تماما عن الاستيلس وإذا أراد ربنا سبحانه وتعالى سيتم عمل فيديو خاص بالاستيلس وتفاصيله وأنواعه واستخداماته وهكذا أما صلب العدة فهو صلب عالي الجودة له ميزات معينة واخواص محددة تصنع منه عدد القطع وعدد التشكيل استنباط وفورمي فيه تشغيل على البارد وفيه تشغيل على الساخن وتواركينج تول ستيل وفيه عندنا كام فيديو عن صلب العدة عن مجموعة أنواع من صلب العدة ممكن نسيب لكم روابطوا بتاعته بتحت الفيديو في الديسكريبشن من أنواع الصلب الموجودة وتر هاردنينج تول ستيل بيورمز له بالرمز W W1 W2 وهكذا شوكرا سيستانس ستيل ده صلب مقاوم للصدوات بيورمز له بالرمز S S1 S2 S3 وهكذا فيه oil hardening cold working تول ستيل صلب التشغيل على البارد ويتم تأسيته في الزيت بيورمز له بالرمز O و1 و2 و3 medium alloy air hardening cold working تول ستيل ده بيورمز له بالرمز A عشان air hardening تبريد بالهواء وفيه أيضا high carbon high chrome cold work تول ستيل صلب عالي الكروم وعالي الكربون بيورمز له بالرمز D D1 D2 D3 D4 إلى هكذا إلى آخره فيه تشغيل على الساخن بيورمز له بالرمز H 19 H12 كذا وهو مجموعتين مجموعة ملوبيديم ومجموعة تانجستن زي ما انت شايف على الشاشة قدامك دلوقتي عندنا بعد كده صلب السرعات العالية وده ثلاث أنواع تانجستن high speed steel وملوبيديم high speed steel الملوبيديم بيورمز له بالرمز M وده من M1 لغاية M40 ومن بعد M40 بيسمى ultra hard high speed steel تانجستن بيورمز له بالرمز T وملوبيديم بيورمز له بالرمز M زي ما انت شايف على الشاشة دلوقتي قدامك تانجستن high speed steel زي T1 T2 T3 وملوبيديم high speed steel M1 M2 M3 وهكذا ترى hard high speed steel من M41 في مفخور M47 لأنه من مكونات الملوبيديم يعني عندنا ملوبيديم high speed steel نوعين نوع اللي غاية قبل 41 ونوع بعد 41 ultra hard هايزبت توليستين يبقى احنا كده عرفنا أنواع الاستلس الخمسة وعرفنا أنواع الصلب التلاتاشر طبقا للمعهد الأمريكي للحديد والصلب AISI في الاستلس وفي صلب العدة توليستين يبقى في الأخير في النتيجة ما أقدرش أقول أن الاستلس هو في فرق كبير بين الاتنين وفي الاستخدامات وفي التركيب ده كده الرد على الأستاذ اكس ري 2 في السؤال بتاعه يا رب لكون أفدناه سؤال الثالث من الأستاذ عبدالله حسين بيقول جزاك الله خيرا يا أخي أريد أنا استفسر عن شيء لأستفيد من علمك حضرت قطعة من ممتص الصدمات اللي هو صلب بصوست يعني الذي لدى السيارات ثم حميته وطرقته إلى أن يأخذ الشكل الذي أريده ثم حميته إلى أن يصبح لونه برتقالي مائل إلى الإصفرار ثم وضعته في الماء ثم وضعته في فرن ميكرويف درجة 200 لمدة ساعتين ثم قمت بشحزه حتى يصبح سكيناً قاطعاً شحز يعني سن السكين هل هذه الطريقة صحيحة؟ لتصبح سكيناً إذا لم تكن صحيحة أريد أن تقول لي الطريقة الصحيحة وشكر الأستاذ عبدالله حسين بيسأل أنه جاب عدة من خامة السوستة اللي هي بتاع السيارات زي اللي قدامنا على الشاشة ديت لها خامات متعددة ممكن تبقى كربون ستيل زي 1060 لغاية 1090 وممكن تبقى صلب سبعيكي زي 61 50 وخمسين كورون في بنادية مربعة فإذا كانت الخامة يا أستاذ عبدالله حسين صلب كربوني فاللي أنت عملته وده صح سخل لدرجة حرارة عالية حوالي 800 درجة مائوية ثم اتبرت في المية ده كده تمام وبعدها تعمل عملية مراجعة عند درجة حرارة 200 درجة زي ما أنت بتقول في الميكرويف لمدة ساعتين مفيش مشكلة زي الفل ولو كانت الصلاة عالية ممكن أزود درجة المراجعة لغاية 250 300 ممكن تديني صلاة دا أقل أو مصبوطة وبعدها تسن السكينة هتبقى تمام إن فور تديني 50 ركل ولا حاجة أو 45 لغاية 55 ركل أما إذا كان الصلب سبعيكي فيجب إن إحنا نسخنها نفس الدرجة انبرت في الزيت وبعدها يتم عملية المراجعة 300-350 درجة موية لمدة ساعة ونص لساعتين دا بالنسبة للسكين المصنوع من خامة السوستة الورقية بتاع السيارات أما المصنوع من الاستالس والخامة هتكون من الاستالس النوع القابل للمعالجة الحرارية هو مارتنسيتك استالس تي أنواع الخامات زي اللي على الشاشة قدامنا دلوقتي 400-300-400-100-400-16-400-20 دا مارتنسيتك استالس تي دا من النوع القابل للمعالجة الحرارية وده زي ما هو مذكور في إجابة السؤال الثاني عن الاستالس السؤال الرابع من الاستالس يشام وائل يقول استعمل فحم ولكن بعد الغمر في الزيت بتخرج المشغولة سوداء كيفية التخلص من هذه الأكسادة والإجابة على هذا السؤال بيظهر ان هو بيستخدم باك كربورايزنج بيعمل كربانا بالفحم المفروض الكربانا بالفحم بعد ما يخلص صندوق يبقى برد ويفتح الحاجة يطلع المشغولات ياخد المشغولات يعمل لها تأسية عادية خالص لانه يحول صلب من من صلب من خفض الكربون الى صلب متوسط او عال الكربون التقصية عادية يسخن لغاية 780-800 درجة ويبرد في المية وبعدين يراجع 80-150 لغاية 200 درجة مقوية لمدة ساعة او ساعتين حسب حجم الشغلة ثم يبرد في الهواء دي عملية الكربانا في وسط صلب وبعد ما خرجوا من الصندوق ممكن ابرد في الزيت اذا كان صلب سبائكي من خفض الكربون ورفعته الى متوسط او عالي الكربون وهو سبائكي ايضا ابرد في الزيت وممكن تسمع الفيديو الخاص بهذه العملية نسيب ليك الرابط تحت الفيديو في الديسكريبشن والصدى ممكن يكون نتيجة او الاكسادة نتيجة ان الصندوق تفتح وهو سخن فحصل اكسادة للسطح مفروض بحط الشغلة في صندوق وبحط حواليها الفحم والمركبات المختلطة معاه اللي هعمل بها كربانا واغلق الصندوق تماما بجبس او طينة وحطه جوه الفرن وبعد بياخد الوقت بتاعه اطلعه او اسيبه داخل الفرن اللي غات ما يبرد خالص وبعدين اطلع الصندوق وهو بارد افكه اطلع الاجزاء وابدع اقسيها تأسية زي ما تسمع بالفيديو وصلنا للسؤال الخامس من الاستاذ احمد خليل بقول كيف اقسي الستالس تيل وحنا قلنا الستالس خمس انواع مفيش غنوع واحد بس اللي يمكن تأسيته اسمه مارتنزيتك ستالس تيل وتكلمنا عنه في سؤال سابق قبل كده في هذا الفيديو نقدم لكم نفكركم بيه اللي احنا قلناه قبل كده زي ما انت شايف على الشاشة قدامك دلوقتي مارتنزيتك ستالس تيل زي 403 والارقام ديت اللي قدامنا ازاي نقسيها بنسخن تدريجي عند 600 ثم 800 ثم 1020 لغاية 1040 كل واحدة فيها ربع ساعة ربع ساعة وبعدين الاخيرة ديت حسب سمك الشغلة اللي انا هشتغل فيها وبعدين ابرت زيت وبعد كده اراجع ما بين 200 لغاية 350 حسب الصلاة اللي انا عايزها لو كنت عايز صلاة 50 ريكل او 55 ريكل في الرنج ده براجع عند 350 360 درجة عايز درجة صلاة ده فوق الخمسة وخمسين براجع عند 200 لمدة ساعتين في الحالتين ده ساعتين وده ساعتين الدرجة قليلا او درجة كبيرة ببقى ساعتين او ساعة ونص حسب برضو حجم الشغل ده كان فيديو اليوم هو الجزء التاني للرد على السادة الفضلاء المشاهدين اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وضع كومنت اذا احتجت سؤال او شيء يا رب تكون استفدتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة